السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى من قناة مستر بومتك حلقة جديدة من حلقات تطبيقات الاندرويد نطلع على فاصل تلحق تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة لو كنتم مش مشترك ونبدأ الحلقاتكم ورجعت لكم مرة تانية موضل حلقة بتاعت النهاردة عن تطبيق هيسرع لك الجهاز بطريقة مش طبيعية وتطبيق جدا بيحافظ على الرامة وبيحافظ على البطارية تطبيق فعال جدا كل اللي هتحتاجون لك تحمل التطبيق مع مدجر جوجل بلاي لكن عايزين نشغل دماغنا بس في حاجة بسيطة اولا تطبيق ده بيعتمد على حجم الرام اللي عندك انت طول ما انت حجم الرام عندك عالي او قليل دي مش فرقة في التطبيق ولكن الفرق في انك تعرف حجم الرام نفسه ازاي تعرف حجم الراما هو ببقى مكتب عليه على 45o علبة الجهاز بمن برا او تخش على جوجل وتكتب النوع او الموديل بتاع الجهاز بتاعك وهو يقول لك حجم الرام ويقول لك كل معلومات انت عايزها او انك تخش على التطبيق نفسه وهتعرف في منو حجم الرام ولكن هتحتاج تحمل أي نسخة من التطبيق في الاول عشان تعرف حجم الرام كمان انت بس عشان تحمل التطبيق هتكتب او هتكتب حجم الرام لو انت عرفوا يعني، بس لو مش عارفوا تكتب وايجا يجا كاريس一 hours او ذا اسم التطبيق. وده الشركة اللي عاملت التطبيق. عندكiero تطبيق لاكتر من النسخة واكتر من اصدار. اول حدا في اصدار واحد جيجا بايت.окоuyor اصدار اصدار ازدار اتنين جيجا. اصدار 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 512 میجا في اصدار ثلاثة جيجا. تمام هو دي اصدار اصدار الثلية جيجا. تمام هو الحد هنا بس. لحظة 4 جيجا بايت تمام عندك اصدار 1 جيجا بايت زي هواتف الكور برايم والجراند برايم وعندك 4 جيجا بايت زي هواتف المات 8 والنود 5 اثنين جيجا بايت زي التليفون اللامعي دوان وهو الينوف 5 بي 1 والاس 4 والنود 2 وعندك 512 زي كل هواتف الاديمة يعني من زمان اللي يعمل زي جلاكسي يونج والحاجات دي وعندك 3 جيجا بايت زي النود 3 والاس 5 تمام فانت بتشوف الجهاز بداعك نوع ايه وبتشوف الرمى قد ايه وتحمل على قده بالزبط تمام انا مسلا رام بتاعتي 2 جيجا فانا حملت النسخة بتاعتي الـ 2 جيجا هي يدوبك التطبيق حجمه يعني ميجا ونص في كل التطبيقات ايه 2 ميجا بالكتير يعني فمش ياخد معك وقت فانت هتحمل التطبيق على حسب نسخة الرام اللي عندك وتعمل وتحمله وتعمل open تمام زي ما انت شايفين تطبيق هنا بيقولك حجم الرام زي ما انت شايفين هنا في 1 و84 جيجا بايت هنا ده حجم الرام وهنا الفري بتاع الرام 600 وبتقل طبعا بتاعها تمام كانت 614 وقلت تمام مش مشكلة فهنا عشان طبعا التطبيقات اللي في الخلفية وكده فانت اول حاجة بتخش هنا على التطبيق من غير مضغط على ايه حاجة بتعمل post تمام عمال لي هنا post 4% طبعا عشان مشغل تطبيقات كتير او في الخلفية فبتاخد مع الرام هنا عندك ده البطارية بتعمل حاجة اسمها post البطارية فيها حاجة مهمة او يا جماعة هنا اولا بيديك هنا temperature بيديك درجة حرارة فوهي عاليوين بيديك درجة حرارة الجهاز طول ما درجة حرارة بتاعها يعني مثلا قبل ما تشحن الجهاز تشوف درجة الحرارة لو كانت درجة حرارة عالية دي تبقى مشكلة كبيرة جدا لان ده ممكن يحرر البطارية بالزاد في الجهاز اللي غير منزول البطارية لبطارية بتشلش من جهاز دها فاتية و مشكلة كبيرة جدا ثانى حاجة عندك الفولت هنا الفولت هنا اربعة فولت ده برضو بيفر معك في الشاحن ان الشاحن بتاعك بتاعك طرف ازاي الشاحن ده بتاع الجهاز نظرت فانك بتشوف الشحن بتشوفه امفولت امو الا الحرارةub 9ebs cerca الوقت ده طبعا مش طبيعي ولكن لو جيبتش هيحني عن 4 فولت ده يبقى ممتاز جدا تمام فانت بس بتقط على بوست هنا عشان نعمل بوست البطارية ويشي بعض التطبيقات تمام بس هو ده كل اللي بيعمل له التطبيق بس زي ما قلت لك يا جماعة اهم حاجة ان التطبيق تحملوه على حسب نسخة الرام اللي عندك بالضبط على حسب نسخة الرام عشان مفاشي هنا يكتب لك 1.480 من 100 عفوا اه كده جيجا بايت وانت رامتك واحد جيجا فطبعا هيكون الكيم مش دقيقة تماما تمام هنا برضو هنا اه عشان لو عايز شيل ادز طبعا بتدفع عليها رسوم ولحد هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لو عجب اكتغلت لايك واشتراك في القناة لو كنت مش مشترك وكان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته